بسم الله الرحمن الرحيم في درس أو في درس سابقة تعلمنا كيفية عمل الإفاليواشن للإكسبريشن أو كيف يقوم الكمبيوتر بحساب قيمة الإكسبريشن لكن طبعا ممكن يسأل واحد يقول ليش نحتاج نعرف كيف يقوم الكمبيوتر بحساب قيمة الإكسبريشن ليش سوينا حسبنا بعض الإكسبريشن بطريقة يدوية طبعا السؤال صحيح فعلا يعني منطقي والجواب هو أننا نحاول نفهم كيف يقوم الكمبيوتر بحساب قيمة الإكسبريشن حتى نعرف كيف حنا نكتب الإكسبريشن بلغة الجافة هذا هو المهم لما تجي تحل برامج بعض البرامج تحتاج عشان تحلها لازم تكتب إكسبريشن لازم تقوم بحسابات معينة الحسابات معينة هذه تستخدمك تكتب إكسبريشن حتى تقوم بها فمن المهم جدا أنك تعرف كيف الجافة تسوي إفاليويشن لإكسبريشن حتى تعرف كيف تكتب الإكسبريشن شفنا قبل حنا مثال واحد على الأقل وهو لما قلت لك أنه πR² كان هذا القانون مساحة الدائرة فشفنا كيف حولنا القانون هذا إلى إكسبريشن بأننا حطينا كونستنت اسمه باي وضربنا في R ثم في R فهذه هي طريقة تحويل الإكسبريشن هذا إلى إكسبريشن في الجافة طبعا في طريقة أنك تعمل تربيع في الجافة ممكن يعني أشرحها فيما بعد طيب خلنشوف الآن هذه الإكسبريشن نتدرب كيف نحول الإكسبريشن من إكسبريشن مكتوب لغة الرياضيات من تعبير مكتوب لغة الرياضية اللي حنا متعودين عليها إلى تعبير في الجافة طيب هنا rate square زائدا دلتا فبكل بساطة هنقول rate في rate زائدا دلتا طبعا حنا نعرف أنه الأولوية هي للضرب قبل الجامع لما يصير evaluation للإكسبريشن فبالتالي ما عندنا أي مشكلة هنا ما نحتاج أقواس ممكن يجي واحد يقوله أبغى أحط أقواس هنا حتى أضمن أنه الضرب يتم قبل الجامع خلقوا لك أن الأقواس هذه أقواس إضافية ما تحتاجها لكن لو حطيتها ما رح تسبب لك أي مشكلة يعني مسموح فيها لكنها إضافية حشان كده أنا حطيتها بالأزرق طيب خلنشوف المثال الثاني هذا two salary plus bonus طبعا لاحظ في الرياضيات ما يضع دائما على متضرب في الجافة لازم تضع على متضرب فإذا لازم نقول اثنين في مضبوط بما أنه هنا في الرياضيات حط الجمع بين قوسين حتى يعطي أولوية أعلى من الضرب فيجب أنك تعمل نفس الشيء في الجافة فنقول two في salary زائدا بونس طبعا حنا نفترض أنه salary وبونس هذه أن كلها هذه يعني rate delta salary كلها هذه variables معرفة من قبل إذا نلاحظ أنه هنا لأن الضرب أعلى أولوية من الجمع ما احتجنا نحط الأقواس لكن وضع الأقواس ما رح يضر بينما هنا لأن الضرب أعلى أولوية من الجمع لأننا نبغى نجمع قبل ما نضرب فاضطرينا نضع أقواس حتى نعطي الأولوية لما بداخل الأقواس ثم بعد ذلك لعملية الضرب طيب خلنشوف المثال الثالث هذا إلا توقف الفيديو وجرب المثال الثالث قبل ما أنك تتابع طيب أتمنى أنك جربت المثال الثالث المثال الثالث عبارة عن واحد عبارة عن كسر هذا البسط وهذا المقام فإذا لا بد أن نضع واحد تقسيم ما فيه في الجافة كسر لكن فيه عملية القسمة هذه وبما أن المقام فيه عملية جمع وعملية القسمة أعلى أولوية في الجافة من عملية الجمع فإذا لابد أن نضع المقام كاملا بين قسين إذن هذه الأقواس نحتاجها هنا وهنا نكتب time ثم بعد ذلك عملية الجمع زائدا بعدين هنا ثري ماس اللي هي ثلاثة في ماس فلا تنسى دائما أنك تضع علامة الضرب السؤال طبعا اللي يطرح نفسه هنا هل نحتاج إلى أن نضع أقواس حول ثلاثة في ماس يعني هنا مضبوط أنا وضعتها بالأزرق مرة أخرى زي هنا لأن ما نحتاج لأن الضرب أعلى أولوية من الجمع فرح يتم الضرب بعد كذا يتم تتم عملية الجمع فوضعت أقواس هذه إضافية ما رح تفيد لو ما وضعتها يمكن يطلع الكود أسهل قراءة كثرة الأقواس بعض مرات تصعب قراءة الكود فإذن هذا هو الناتج وأخيرا في المثال الأخير هذا عندك نفس الشيء كسر إذن عندنا قسمة عملية قسمة مضبوط البسط في عملية طرح فإنما نبغى نقسم السبعة على هذا وإنما نبغى نقسم ناتج الطرح A ناقص سبعة فنقول A ناقص سبعة ونضع قوسين هنا حتى نتأكد أن عملية الطرح تتم قبل ما تتم عملية القسمة هذا شيء مهم جدا بعد كذا نقول هنا T زائدا تسعة في V وهنا نفس الشيء رح نضع أقواس حتى نعطي العملية الجامعة اللي هنا أولوية أعلى من عملية القسمة فمعنى أنه نحسب المقام كاملا ونحسب البسط كاملا ثم أعفونا الجافة رح تحسب البسط كاملا تحسب المقام كاملا ثم تعمل عملية القسمة هنا أهمي هذه الأقواس مهمة بالنسبة لنا أنا أنتبه رح أكتب بلون ثاني أنتبه أنك تخطي الخطأ هذا أنك تكتب A ناقصا سبعة تقسيم T زائد تسعة في V هذا هو بالضبط لو جينا نكتبه برياضيات رح يكون عندنا A ناقص سبعة تقسيم T زائد تسعة في V أو تسعة V ما يحتاج العلامة الضرب في الرياضيات لكن هذا هو هذا بحظنا لما شلنا الأقواس تغير المعنى معنى الإكسبريشن كليا في الرياضيات فإذا لما تجي في الجافة تكتب الإكسبريشن بالطريقة هذه فإنه هذا ليس هو الإكسبريشن هذا وإنما هو الإكسبريشن هذا أرجو أن يكون المثال هذا واضح وننتقل إن شاء الله في الدروس القادمة إلى المزيد حول الإكسبريشن